السلام عليكم معكم محمد أنديل وحلقة جديدة من لسعة أنديل فاصل جديد من المصرحية الهزلية التي نشاهدها نحن العرب الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت قاسم سليماني بعد أن تم التضحية به بحسب وجهة النظر التي أتبناها والتي قد تختلف مع الكثيرين ولكن كما بدأ للعالم فإن أمريكا قد استهدفت إيران أمريكا قد استهدفت رجل الميداني الأول قائد فيلق القدس الذي لم يطلق رصاصة واحدة دفاعا عن القدس ولا رصاصة واحدة باتجاه بني صهيون هاجت إيران وماجت وطلب الشعب بالثقر وأعلنت الحكومة أنها ستثقر لقتلاها فكان الرد سريعا بضع من الصواريخ الباليستية تم إطلاقها من إيران على قاعدة أمريكية على الأراضي العراقية ولكن الضحايا سفر بضع صواريخ باليستية دون ضحية واحدة فاصل هزلي يستمر وتعلن إيران للعالم أنها قد صارت بأن استهدفت منشآت أمريكية في ذات الوقت تنشط أجهزة استخبارات عربية لتفضح بس 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 Herausforder عندما كنت هنا طف 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 طف